السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم يا شيخ هو أنا ينفع أصلي السنة بتاعة صلاة الظهر قبل ما يأذن محدش يستغرب هو عايز يصلي ليه؟ لأنه هيدخل في عمل مش هيقدر يصلي صلاة السنة بعد كده فيعمل ايه؟ مسألة سهلة جدا لا مش هينفع تصلي صلاة سنة الظهر قبل ما يدخل الظهر ليه؟ لأن دي اسمها من السنن الراتبة السنن الراتبة التي لها علاقة بالصلاة ولذلك لابد أن يدخل وقت الصلاة لأن ده شرط في الصلاة وإذا كانت دي راتبة الظهر فما ينفعش تصلاة إلا لما يدخل وقت الظهر اللي هي راتبة لي يبقى كده ما ينفعش أن انت تصلي راتبة الظهر قبل الظهر طب لو واحد صلى راتبة الظهر يعني صلى صنة الظهر قبل ما يقدن صلاة الظهر هتتحول إلى نفل مطلق كده يعني يأخذ عليها ثواب بس مش يأخذ الثواب اللي بيحصلوا مع سنة الدهر إذن لابد أن احنا نفهم أن وقت الصلاة منظم للصلاة المفروضة ومنظم كمان لتوابعها اللي منها صلاة الراتبة لهذه الصلاة وربنا يتقبل منا